أكدت مديرة الاتصال في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا جوليا تومة أن الهجوم الإسرائيلي على مدرسة النصيرات في قطاع غزة خلف شهداء تطراوح من 35 إلى 45 شهيدا مؤكدة أن الأعداد لا يمكن تأكيدها في تلك المرحلة من جانبه زعم متحدث باسم جيش الإسرائيلي بيتر لينر أن تقديرات الجيش تشير إلى وجود ما بين 20 إلى 30 من الفصائل الفلسطينية في المدرسة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والتي تعرضت لضربة جوية في الساعات الأولى من الصباح وأضاف بيتر ليرنر أنه لا علم له بسقوط مدنيين جراء الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي المجازر لم تتوقف يوما تلو الآخر ففي الشمال والوسط والجنوب لم يسلم مكان في قطاع غزة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي هنا في مخيم النصيرات وسط القطاع وتحديدا في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي تؤوي نازحين ارتكب الاحتلال مجزرة مروعة حيث استهدف سلاسة فصول داخل المدرسة مما أدى الاستشهاد وإصابة العشرات وفي تبرير للاحتلال قال إن تنفيذ تلك الضربة المميتة على المدرسة لأنها تؤوي مجمعا لحركة حماس على حد زعمه وقبيل تلك الضربة استقبل المستشفى ما لا يقل عن سبعين شهيدا وأكثر من سلاسمائة جريحة معظمهم من النساء والأطفال وذلك في أعقاب الغارات الإسرائيلية وسط غزة تلك المجازر لم تكن الأولى للاحتلال بل إنها فصل جديد فالمجازر عمت البشر والحجر وضرب الطيران الحربي والمدفعية والزوارق الحربية المنازل والبنايات والمدارس إضافة إلى المستشفيات والمساجد والكنائس والشوارع وحتى مقرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية فضلا عن تسوية أحياء كاملة بالأرض وخروج سكانها من تحت الأنقاض محمولين على الأكتاف أو تركوا تحت الأنقاض لنقص طواقم الإنقاذ والإجلاء وكأن كل ذلك لم يكن كافيا فحرم المصابون من العلاج والمرضى من الدواء والجوع من الغذاء والأطفال من أماكن الفرح ويعيش سكان القطاع المحاصر على وقع نقص شديد في مواد التغذية والإعاشة مع غياب الملاجئ وانقطاع الكهرباء ونقص المياه الصالحة للشرب وفقدان المأوى